يقول نريد مثالا للبدعة الحسنة كالذي قاله أمر لما تجمع المسلمون لصلاة الليل لما تجمع المسلمون لصلاة الليل واجتمعوا على التراويح في رمضان في رمضان قال نامت البدعة هذه والتي ينمون عنها أفضل هذا أمن العلماء من ذكر في ذلك أمثلة كثيرة مثل جمع القرآن لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم تدوين الدووين وضع مرتبات سنوية للصحابة رضي الله عنهم من الفتوحات من بيت مال المسلمين من بيت مال المسلمين أمور كثيرة قوائد مصطلح الحديث الآن يتوصل به إلى خير قوائد مصطلح قوائد التجويد بهذه الطريقة التي نحن عليها لم يكن أو لم ينقل عن النبي أنه مد أربع حركات مد عرض للسكان النحو النحو ودراسته كلها أشياء طيبة أشياء طيبة ولي على عدد الرسول عليه الصلاة ما كان مثلا معروف لدى الناس العوام فاء المرفوع بالضم أو نشعر في حرف جر كقواعد كقواعد تدرس لم تكن موجودة على عدد الرسول كانوا أميين لا يقرؤون ولا يكتبون ولكن هم يتكلمون بسجياتهم هكذا لغة صحيحة لكن كتقييد المفعول المطلق المفعول لأجله كل هذا ودعت له قواعد بعد ذلك أصول الفقه قواعد الفقهية كل ذلك من الأمور التي دخلت على المسلمين وهي شيء نافع يعني التقريب المعاني ما معنى والتي أنمون عنها أفضل يعني التي في الثلث الأخير أفضل من التي بعد العشاء الكفرات كثيرة عفوا كلام أمر أمر رأهم مجتمعين يصلون الترويح بعد العشاء فقال نعمة البدعة هذه والتي أنمون عنها أفضل فهي باختصار شديد البدعة الأمر الجديد المحدث في الدين لابد من نظر فيهم ما هو يعني هل اختراع جديد في العبادة أم له أصل أم له أصل فمثلا إذا كان له أصل ونسغى فلا عنه فيكون بدعة بالنسبة لهؤلاء الناس كانوا شيء جديد بالنسبة لهم هذا الشيء الجديد بالنسبة لهم هل يقرأ في كل أحوال أو ينظر إلى أصله فالرسول عليه الصلاة والسلام لما حث الناس على لما كان جلسا وجاءه قوم من غطفان أجتاب النمور رأى النبي ما بهم من الفقر والفاقة فقر شديد أجسامهم هزيلة وضعيفة يعني حالهم يرق له الشخص دون أن يسأله فارتع لذلك وقام في الناس مذكرا بقول الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم والذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون نبيه والأرحام الله كان عليكم رقيبة وتلا يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله والتنظر نفس ما قدمت لغد اتقوا الله إن الله خبير مما تعملون فلما سمع ذلك بعض الصحابة ذهب وجاء بصرة مليئة بالمال صرة مال فضة دننير ودراهيم طرحا أمام رسول الله عليه الصلاة والسلام فتبعه أقوام وآته بمال كثير حتى اجتمع أمام النبي كوم من المال فصر وجهه واستنار وقال من سن في الإسلام سنة حسنة فلو أجراه أجر من عمل به إلى يوم القيامة هذه السنة هي ليست مسنونة جديدة هي موجودة لكن رجل أحياها لأن النصوص الإنفاق كثيرة جدا في كتاب الله نصوص الإنفاق كثيرة جدا لكن الناس في غفلة عنها فجاء الرجل وسن سنة للناس هي ليست اختراعا جديدا في أعلى عموم الشريعة عندما أمر نسبي الناس في غفلة جاء وتصدق فهذا باب حسن